وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ وَمَاصِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمًا مِنْ رَمَى كل وقت قابل ذاك أي كل ظرف زمان يقبل ذلك الحكم الذي هو النصب حينما قال فانصبه بالواقع فيه مظهراء كان وإلا فنه مقدرة فكل وقت أي كل ظرف زمان يقبل ذاك لكن بالنسبة لظرف المكان لا يقبله إلا مبهما قال وَمَا يَقْبَلُهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَما ومثل للمبهم في البيت الثاني بقوله نحو الجهات الجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف هذه الجهات الست نحو الجهات والمقادير أيضا المقادير مثل سر تكيلا بريدا فرسخا ونحو ذلك وَمَا صِيْغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمًا مِنْ رَمَى أيضا مَا صِيْغَ مِنْ الفِعْلِ مثل مرمى الذي هو مصاغ أو مصوغ الذي هو مصوغ من الفعل كأن تقول مثلا رميت مرمى زيد مرمى المكان الذي يرمي منه زيد فهي إذن ثلاثة الجهات والمقادير ومصيغة من الفعل هذا بالنسبة للمكان المبهم وهذا بالنسبة لما اجتمل عليه هذان البيتان وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر